اهلا بكم الجديد وعيد سعيد عليكم يا رب عيد اضحى مبارك على الجميع النهاردة بنرجع الريدمي 12 احدث اصدارات ريدمي في مجموعة كبيرة من الاسواق وتوفر بشكل سريع جدا في المصري بالتزامن مع الاطلاق العالمي موبايل متوقع لنجاح كبير جدا خاصة انه بيقدم مجموعة مواصفات ممتازة وتسعيل يعتبر من افضل ما يمكن هنعمل استعراض تفصيلي لمحتواتها اللي بتشيرها اختباراتنا المعتادة اختبار المياه اختبار التاني وتفكيك الموبايل واستعراض مكونات الهاردوير الداخلية وطريقة التصنيع محتوى تقلبة الريدمي 12 الموبايل نفسه بستيكر موضح اهم نقاط تميز الريدمي 12 قلبة جواك وتبعات الموبايل طب الزوج الشرحتين جراب سيلكوم امام المسنع من بره وخشي من جوه بيدي طبقة فروستي وبتخلي شكل الموبايل جميل جدا مع تركيب اخيرا في علبة الشرها هنلاقي الشاحن حاجة ممازة جدا استمرار شاومي في هناك بتقدم شواحن سريعة في معظم اصدراتها او في كل اصدراتها كابل الشحن طبعا والشحن هنا شاحن سريع 22.5 واط والموبايل بياخد منها 18 واط اللي محتاجها صورة شحن واعتبر سريعة بالنظر لكتير من المنافسين والنظر للفعال السعرية شكل الموبايل مع الجراب واعتبر شكل يميل جدا وجراب نفسه فيه حماية لمدخل الشحن الطيب سي بيبقى برعا جزء خارج من الجراب بيقفل على مدخل الشحن عشان يحمل موبايل من وابرة والغبار تصميم الريدمي 12 اهم نقطة التميز والحقيقة تصميم مبهر بيحسك انت ماسك موبايل فخم وغالي ولا ينتمي للفعال الاقتصادية او بداية الفعال المتوسطة كل كاميرا من مجموعة الكاميرات الخلفية السلسية موجودة في بروز لوحدها موجودة في جزيرة لوحدها ظهر الموبايل ده ظهر من الازاز ودي حاجة تعتبر مميزة جدا وكمان بيجي بمجموعة الوان تعتبر لطيفة قوي وظهر نديف كده بتصميم جميل وشياك الحقيقة بصر شهر بصمة هنا موجودة على زرار الباور في المكان المثالي الجميل جدا اللي بحبه تخانة الموبايل ده تمانية سبعتاشر مميزة ميلي وبالتالي يعتبر موبايل نحيف بوزن يعتبر قرب المتين كرام ولكن على اي حال هنا خمية تصنيات يعتبر كويسة جدا ومدامة تانية كده وفخامة في مسكة الموبايل واختبار التاني على الشاشة وعلى الظهر بيوضح مدى مقاومة خمية التصنيع ومدى جودة خمية التصنيع ومدى اعتمادية الريدمي 12 خاصة بمقاس كبير الموبايل قاوم بشكل ممتاز لاختبار التاني حصل بس انحنا بسيط جدا ولكنه غير مؤثر على اداء الموبايل اختبار المياه هنا على الريدمي 12 لا ينصح ان انت تعمل الاختبار ده او تعرض تليفونك للغمر في المياه او ان انت تصور به تحت المياه خاصة في موسم المصايف والتصييف وكل كل كلام ده ولكن على اي حال موبايل ده بمعيار رسمي لمقاومة المياه البسيطة قطرة المياه او شاشة الجهاز ده تعتبر شاشة كبيرة ستة تسعة صعبين مياه بوصة يعتبر رقم كبير مش بنشوفه كتير في اجهازة ريدمي شاومي ولكن على اي حال هي من نوع ودي نواية شاشة تعتبر كويسة جدا مريحة لين ومش مكلفة اطلاقا لو موبايل لقدر الله القصر يعني تغييرها بيبقى في المتناول مش زي شاشات الاموليد او الاوليد فولدش دي بلس ببنشهول للكاميرا السيلفي مستوى سطوع الشاشة مش عالي خمسمية وخمسين نتس رقم ما اعتبر مش عالي ولكن على اي حالنا جربت الشاشة دي تحت الضوء العالي او ضوء الشمس وكانت باينة وشغالة مفيش اي مشكلة اطلاقا في الشاشة تفكيك ظهر الجهاز ده ريدمي تويلف او ريدمي 12 احتاج وقت طويل عشان يتفاكل ان هو ملزوء بخمات تصنيع تعتبر عالي جدا ككواليتي ومحكم جدا وتأفيل من افضل ما يمكن هنا لقطة بس بمستعدد فيها تصميم الظهر مع الموبايل زي ما قلنا ووضحنا الظهر هنا من الازاز ولكن الفريم الاوسط من البلاستيك وبخمات تصنيع تعتبر جيدة جدا ريدمي تويلف داعم لامكانية تركيب خطين في نفس الوقت او خط وكرت مموري يعني ما فيهش تركيب التلاتة مع بعض انتنات الشبكة والدقاط الواي فاي وكل كلام دا مترشقة في اطراف الموبايل واستقبال الشبكة في الريدمي تويلف ممتاز اداء الكاميرا الاساسية يعتبر اداء مميز جدا كاميرا بتدعم الاوتو فوكس وعشان يختبر الاوتو فوكس بنشغل الموبايل على عوضة تصوير الفيديو عشان يشوف حركة العدسة لما قرب ايدي او وابعدها وبالتالي هنا بشوف حركة العدسة بالنسبة لخاصية الاوتو فوكس او التركيز التلقائي للعدسة على الاهداف شغالة كويس في معظم ظروف الاضاءة الكاميرا التانية بعدسة سبتة غير متحركة وده المعتاد في كل الفئات تمانية ميجابيكسل ألترا ويت او زاوية عريضة ثم اتنين ميجابيكسل للمكرو او المشاهد القريبة جدا الكاميرا السيلفي موجودة في البانشهول او في سوق بفي الشاشة بدقة تمانية ميجابيكسل واداءها يعتبر محترم بعد ما فكك اللوحة الام بنبص بقى على المستشارات ونقاط تعتبر نقاط ضعف في الموبايل ده اولها ان مافيش مايك اضافي لعزل الضوضاء ومافيش بروكسيمتي سينسور مافيش مستشار تقارب حقيقي كل اللي موجودة على اللوحة الام منفز الار ودي طبعا الكاميرا السيلفي زي ما وضحنا من شوية ثم منفز 3.5 ميلي للسماعات السلكية بالنسبة لمعالج ريدمي 12 يعتبر معالج قوي جدا تشيب سيتك تعتبر محترم قوي معالج قوي هيديك اداء ممتاز جدا في برامج سوشل ميديا في كل استخداماتك مش هتقابل اي مشكلة اطلاقا لان معالج قوي معالجات المميزة جدا في ارقام تعتبر مميزة جدا زائد الرمات الرمات هنا تعتبر نقطة من اهم ما يمكن الرمات هنا من شركة مايكرو تكنولوجي الامريكية شوما هنا بيتعامل مع افضل موارد القطع الإلكترونيات في العالم مايكرو تكنولوجي هتعتبر شركة متطورة جدا بالنسبة للرم الرم عندنا كزا نسخة اربائمية تمانية وعشرين او رمات تمانية مع مائة تمانية وعشرين جيجا Doing Plus 200 بسعر خمسلاف تسو吗 تسعة وتسعين جنيه والنسخة الطمانية 128 بسبعة تل stal تلتمية تسعة وتسعين جنيه وقريبا في مصر ان شاء الله هيتم اصدار النسخة المتين ستة وخمسين جيجا من الجهاز ده تحت اللوحة الأم بنلاقي ستيكر موبايل لحالة تصرب الميا بحالة المصنع الأصلي مفيش أي مشكلة إطلاقا مفيش نقط ميا تصربت للموبايل من الداخل هنا سمعت المكالمات بتديك صوت عالي وواضح ونقي بطارية الريدمي تويلف بطارية الستندرد لأجهزة شاومي عموما وهي الخمس تلاف ميلي أمبير بتكمل حقيقة يوم أو يومين من الاستخدام بدون أي مشكلة بدون ما تحتاج تشحنها وكالمعتاد البطارية دي حاصل على كافة شهادات الأمانة الدولية زي البي اس اي الخاصة باليابان والكي سي الخاصة بكوريا بدخل الشحن طيب سي مدعم بحماية مميزة جدا زي ما احنا ملاحظين بني تصنيع الموبايل ده من الداخل من أفضل ما يمكن لأنه بسبيكة ألمونيوم داخلية بتدي الموبايل ده متانة ومقاومة عالية جدا للتاني طيب خلاصة فيديو النهاردة افضل نسخة تشتريها هي الاربعمائة امانية وعشرين بسعر خمسة الاف تسعمائة تسعة وتسعين جنيه او حوالي ستة الاف جنيه اهم النقاط السلبية في الريد مي تولف هي عدم وجود كويل الانف سي وبالتالي عدم دعم خاصية الانف سي عدم وجود مايك عازل الضوضاء وعدم وجود بروكسيمت سينسور البروكسيمت سينسور او مستشعر التقارب شغال هنا سوفت وير مش هارد وير نقاط التمايز تعتبر كتير جدا في الموبايل زي ما قلنا متانة وبين التصنيع المعالج والكاميرا والسعر مقابل المواصفات كمان الزكرة الداخلية والرمات وكل الكلام دي حقيقة من افضل ما يمكن بالاضافة للمحتويات قلب التشاريز زي ما قلنا وسرعة الشحن كل امور دي حقيقة امور مميزة جدا في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتابعنا ان شاء الله في كل جديد على القناة السلام عليكم